أهلاً والسهلاً بكم جديد كان عندنا مركز لتحفيظي درست القرآة العشر فكان لابد أن نحفظ القرآن من تخصص أن نحفظ القرآن نخرج في الجامعة حفظ لكتاب الله بالقرآة العشر فكان الذي درسنا شاب عنده السند والإجازة إجازة حفظ وكذا فكان يدرسنا القرآن نذهب عنده في المسجد ونقرأ القرآن يوم الأيام في رمضان جاء عندي البيت كان يوصل حد ذهب ليوصل أحد يعني هو منطقة بعيدة حوالي كانت يعني ما بين بيتي وبيتها حوالي تقدر تقول ثلاثين كيلو فجاء وصل حد قريب من بيتي فمر على بيتي كنت سنة ولا جامعة أو ثانية قال وسيم كيفك أهلا شيخي كنت ناديشة كان صغير رغم أنه في سني لكن كان يحفظ الأحاديث كان متفوقا بالحفظ صراحة الأحاديث والقرآن كاملا يعني المهم قال تعال معي فطر قال لا ما أقدر عندنا عزيمة فعلا كان عندنا وقت عزيمة قال لي وسيم تعال بالله عليك تأتي قلت له والله العظيم شيخي عندي عزيمة ما استطيع وكان مع السائخ طبعا وليس السائخ هو زميل وصاحبه فقال بالله عليك قلت له والله شيخي ما أقدر عندي خالاتي الحين وعازمين والوالد بزعة لأنا بقوم إحنا ما كان عندنا خدم تأتي بإحنا نشيل للطبق ونودي للطبق ونغسل ونساعد الوالدة قال تعال لا قلت له والله ما أقدر المهم راح أفطرت جو خالاتي وأزواجهم وأفطرنا وأكلنا المهم أنا نايم قبل السحور كانت الوالدة تعد طعام السحور قال له موبايلي رين كنت في الجامعة نعم موبايلي رين سنة الثانية الثالثة الأولى ما أذكر هون كان عندي موبايلي نوكيا أذكر 3310 كان لونها أبيض أزرق أبيض ما أذكر المهم فيرن على السحور أنا طالع كان شاب ما عرفوا شو اسمه انسيت اسمه خالد طارق ربعا سمع ألو ألو أسمع بكاء وشو فيك قال فلان مات قلت له اسمع ترى المزح فهذه الأمور لا تمزح معي دنيا السحو قال والله العظيمة قلت له كان عندي المغرب عزمني على الإفطار قال هو طلع من عندك الإشارة الضوئية اللي بعد بيتك يعني بعيدة شوية هي عند ملعب كرة قدم لم يكن ذاك الآن جسر كان تقاطع إشارة ضوئية هو الساق قطع الإشارة ضوئية فجد سيارة ودعمته فأصابه نزيف في الدماغ ومات مشجرة اسمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر